تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيربي سبورتي الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك بدعوكم للاشتراك فيها الآن قصة اليوم لما إيجي تعباري أني أكتبها هذا الأسبوع وقلت والله هتطلع مختصرة أو قصيرة على الأغلب بس لما دخلت بتفاصيلها وسعت شوي وصارت أكبر قصة عن مزحة ممكن تكون أهم مزحة في تاريخ كرت القدم وممكن تكون مزحة مدمرة لكثير أشياء صارت في كرت القدم بنعرف إحنا في الواقع في حياتنا في ناس مزحهم خفيف بتحب يمزحوا معك تضحكوك كده وفي ناس مزحهم تقيل دم يعني لما تشوفوا جاي أنت بتتنكد وفي ناس تتحمل مزح يعني لو تجيب لهم تقيل الدم ويمزح معهم بتحملوا وفي ناس ما بتحملوش تقولهم مرحبا وفي ناس لما تمزح معهم حتى هم متحملينك ممكن تصير مصيبة وهذه قصة اليوم خلونا نرجح المرة لعام 2004 وتحديدا في بطول الدوري أبطال أوروبا نوصل نصف النهائي أربع فرق مناكو المفاجأة اللي أخرج ريال مدريد بورتو بطل الدوري الأوروبي السنة الماضية اللي جاي بعد ما أخرج ليون ومان يونايتد وهناك دي بورتيفو اللي كان هازم يوفينتوس بالذهاب والإياب في دور 16 بنفس النتيجة 1-0 ثم أخرج ميلان بمنتدى تاريخية شهيرة بعد ما سقط 4-1 في سان سيرو عادوا هزموا 4-0 في إسبانيا وهون معناها دي بورتيفو وصل النصف النهائي بعد ما أخرج بطل ووصيف النسخة السابقة من دور أبطال أوروبا وهناك تشيلسي في أول مواسمه بعد إنفاق أبراموفيتش والمدرب كلاوديو رانييري تشيلسي اللي كان مخرج أرسنال اللي كان بذلك الموسم رح ينهي البطولة بدون أي خسارة في الدور الإنغليزي ورغم كل ذلك كانت الأعين كلها بتقول إلا قبل دي بورتيفو تعودنا عليه أكثر في أوروبا فريق منافس مستقر أكثر في السنوات الأخيرة الناس كانت شوي شاكة بتشيلسي مع رانييري الناس كانت شايفة إنه موناكو عمد اللي عليه مع جولي وروثين والناس ما كانت لسه بتعرف بورتو وكان فيه انطباع إنه بورتو تأهل عن مان يونايتد بالصدفة يعني بآخر لحظة هدف وكان فيه هدف مان حسب لمان يونايتد فما كثير كانت الناس للحظة هادي أذكر لا في حدا كان شايف إنه فيه أكثر من دي بورتيفو استحقاقا للقب إجت قرعة نصف النهائي دي بورتيفو يواجه بورتو ومناكو يواجه الجلسي دي بورتيفو معان مدرب أريوريتا يواجه مدرب اسمه جوزيو مورينيو الاسبيشال ون واللي كان اللي لحظتها ما اسمه اسبيشال ون عم بلعبوا اثنين تكتيكيين للغاية لقاء الذهب فيه ملعب بورتو دراقاو في ذلك اللقاء دي بورتيفو راح مع اسماء كبيرة كتير مع نور الدين النايبن مع اسكلوني مع باندياني مع تريستان مع فاليرون مع اسماء اخرى مهمة يعني ممكن حنسى نصها كان الجميع وقتها بيعرف تشكيل الدي بورتيفو كامل ال 11 لاعب كان واجهة مهمة جدا في اوروبا وفي المقابل جاي فريق بورتوغالي بنسمع فيه بنعرف انه عنده مهاجم جنوب افريقي اسمه بن مكار وبنعرف انه عنده لاعب موهوب كتير بيحكوا عنه اسمه ديكو وبنعرف انه عنده لاعب وسط بتعبش في الملعب اسمه مانيش ومعاه حارس هو ربما الاشهر كان في تلك الفترة بالنسبة للناس اللي بره البرتوغال اللي هو فيتور بايا المخضرم وكان معاه مدافع بدأ الكلام كثير ان تشيلسي بيدي يتعاقد معاه قبل ما مورينيو يروع عا تشيلسي اسمه كارفاليو طبعا هاني اسماء كلها نعرفت بعد هذه البطولة بشكل عالمي وواضح ولانه المدربين تكتيكيين ولانه الفريقين بيلعبوا بشكل تكتيكي يبحث فيه عن النتيجة جاءت المباراة تقريبا بلا فرص لمستوى يعني احدى العنوين الصحفية اللي لقيتها الآن وانا بحاول اتذكر يعني في المباراة قال لك اول تزديد جاءت خطيرة في الدقيقة 66 اذكر كانت مباراة سيئة جدا في نصف النهائي تكتيكيين للغاية مغلقة للغاية تهديد بورتو عبارة عن كرات ثابتة دي بورتيفو غير معني كتير بالهجوم بده يصف حساباته زي ما عملها مع ميلان في ملعبه ولكن في الدقيقة 86 ديكم عم بحاول يرتد بالكرة بيدخل مدافع ما قبلتش اذكر اسمه قبل اسمه جورجي اندرادي بيعمل له فاول بوقع جورجي اندرادي وقتها كان يعتبر افضل مدافع موجود في اوروبا بره الفرق الغنية الشهيرة المعروف يعني كان الجميع نفسه يكون عنده اندرادي من الفرق الكبيرة دائما تطلع اشاعة مدريد بده يا فلان بده يا كل يوم تطلع عندنا اشاعة حاول هذا المدافع اللي كان مطمع لكثير عندي عمل فول اندرادي وديكو اصدقاء بشكل عام وحنحكي تفاصيل صداقتهم بعد ذلك فرح اندرادي مزح معاه ضربوا برجله ضربه خفيف قال له اقوم بلا تمثيل هنا ديكو قام واعترض وللحظة الجميع اعتقد ان ديكو بطالب بطارد اندرادي والحكم جاء وطارد اندرادي وكان في فيديو شهير في المقابل مبين شو عم بيحكي له بيقول له استنى استنى هذا صاحبي بس الحكم الالماني مارك ميريك طرده بدون ما يفكر على هامش هذا الطرد كان فيه خسارة اخرى لديبرتيفو وهو ايقاف المخضرة ماورو سيلفاغ لاعب الوسط واللي اثر جدا على افكار ديبرتيفو دفاعيا ايضا انتهت المباراة بالتعادل السلبي وديبرتيفو خرج بنتيجة جيدة لكن خرج خاسر اندرادي بمزحة اندرادي طرعي قال بما معناها يا عالم ديكو صاحبي انا كنت امزح معه هذا طرد غير مقنع انا رحت اقول للحكم ماركو سميرك انه يا اخي هادي مزحة لكنه حكم الماني والالمان باردين بهذا الكلام قالوا حرفيا وما بتميزوا بالمرونة عشان هيك انا دفعت الثمن هناك طلع ديكو ايضا وقال اندرادي صديقي مستحيل ان يحاول ايذائي يعني انه ما كان يقصد عنف واوضح في مقابلات لاحقة بعد البطولة انه انا لما احتجت كنت اطلب ببطاقة صفرة لانه عطل هجم مرتدة مش لانه ضربني لاني عارف انه اندرادي بيضربني رئيس ديبرتيفو بعد المباراة تكلم بثقة هيك مفرطة انه يا اخي مزحة وهذا امر غير منطقي والحكم هذا بكرا بنحكم عن الاتحاد الاوروبي وبرجعوا اللاعب عادي وما تقلقوش يعني عوازن انه الامور منتهية لهون وما تخاف صحيفة البايس الاسبانية طلعت بتقرير مهم صحافة الاسبانية تقريبا بعد تدرك اللقطة غضبط كتير انه مبرامع فريق برتغالي بتعرفوا التنافس اللي بينهم واللقطة واضحة انها كوميدية فصحيفة البايس طلعت قالت ديكو واندرادي في المنتخب هم بنفس الغرفة بتعرفوا المنتخبات بجسمهم لعبين 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 هو الزمينه في الغرفة دائما مع المنتخب وهم اصدقاء قديمين لمستوى انه ديكو لما عمل الكتاب عن مسيرته اهداء لاندرادي وبنفس الوقت طلعت ماركة بعنوان لقد تأكدنا ديكو واندرادي على اتصال اسبوعي فيما بينهم انهم اصدقاء جدا في شخص معروف انه شغل تصريحات في القصة لسه ما جبنا سيرته مين هو؟ جوزيا مورينيو طلع مورينيو قالهم والله يشوفوا اللقطة كانت في الملعب زاوية بعيدة عني انا ما شفتها بعرفش ضربوا ما ضربوا انطرد ما انطرد ما بعرف ما ايلا علاقة بس انا كنت شايف لقطة ثانية في مطلع الشوط التاني ماورو سيلفا اللي كان معاه بطاقة صفرة عمل فاول اللي بيستهل عليه بطاقة ثانية ولازم ينطرد فلو بدكم تقولولي انه اضطرد على مزحة ظلم فعدم اضطرد على مش مزحة ظلم اكثر وكمان في فرق لو لعبنا شوط كامل مقابل عشرة شو استفدنا نلعب قدامهم ثلاث دقائق بعشر لعيبة ما فيش وقت نلعب كرة قدم موريني شاف انه الظلم بالظلم عدل الاتحاد الاوروبي وقع بموقف محر جدا طيب اللقن بين مزحة والزلمة بيقوله وديكو بيقول هذا صاحبي والشباب طلعوا اصدقاء والاتحاد البرتغالي بيأكد انهم مع بعض دايما الشباب في المنتخب والحكم طردوا شو نعمل خافوا دي برتيفو رح يستأنف عملوا حركة هذي بطاقة حمرة مباشرة معناها الايقاف مبارتين طلعوا قالوا الايقاف مباراة واحدة ليش قالوا الايقاف مباراة واحدة لانه في قانون الاتحاد الاوروبي لكرة القدم وقتها في دور الابطال ما بيسمح لك تستأنف الايقاف لمباراة بيسمح لك تستأنف دا الايقاف اكثر من مباراة فطلعوا بيان العقوبة تبقى كما هي لانه اللاعب موقوف مباراة واحدة وبصراحة احنا معناش قانون استئناف لمباراة واحدة فشكرا غيبوا عن بورتو ولعبوا النهائي أنه كان الخوف وقتها كله أن يريب أن يصف النهائي والنهائي مش لهون نهاية القصة مش لهون نهاية الطالد الاتحاد الأوروبي اللي هرب بذكاء من الموقف وصلت مباراة 4 مايو 2004 نصف النهائي لقاء اللي ياب ديبرتيبو اضطر يلاعب لاعب اسمه سيزار مارتن لاعب عنده خبرة بس بطيء وثانيا كان منحوس بتلك الفترة مع ديبرتيبو يعني تقريبا من كل المباراة اللي بدأها الفريق فزه 3-4 مباريات يعني نسبة 30% وآخر 3 مباريات بدأهم بالدوري كلهم تعادل إيجابي وهي نتيجة مرعبة جدا لديبرتيبو لأنه متعادل سلبي خارج ملعبه وبدأ سيزار مارتن وفي الدقيقة 58 في توربايا بيقدم بالكرة الحارس بيلحب كرة طويلة فسيزار أخذ ثواني لعندما بلش يتحرك وبعد ما تحرك شتت الكرة شتتها لمن؟ لديك ديكو دخل منطقة الجزاء سيزار مارتن بيضغط عليه ومغطى عليه من مدافع آخر من فريقه ويروح داخل دخلي عجيبي غريبي فول واضح ركل الجزاء لديكو تم طرد نول الدين لايبر بعد 10 دقائق من هدف ديكو وقتها أنا كنت شاب وشغل منتديات جديد وبذكر كثير الترجمات اللي كانت تيجينا من أصدقائنا في المغرب العربي اللي بعرف يقرأ إسباني ويجيبون لنا الصحب الجميع كان يتكلم لو لعب أندرادي ما صار هيك على أقل ما كان عمل التصرف الأحمق تع السيزار وعلى الأغلب كان ديبرتيفو أجرع هجوميا لأنه كان عنده مدافع أفضل وزي ما قلت لكم كان يعتبر من أفضل المدافعين لقارج الفرق الثريح لهون ما خلصت كل الحكاية ديبرتيفو خرج خرج المدرب ريوريتا بتصريح شهير لقد خسرنا أهم مباراة في تاريخ النادي وهون بدأ إحباط بيشبه كثير الإحباط اللي صادت تنهم بعد خسارة نهاية دور الأبطال موقع بلانة فوتبول بذكر بأنه أندرادي بعدها بسنة تقريبا أصيب برباط صليبي لمدة سنة كاملة وبيذكر أنه الرجل كان على وشك يروع على تشلسي فعليا مباشرة بعد نهاية الموسم يعني يروح يلعب مع موريني نفسه لكن فشتت الصفقة نتيجة تعقيدات من ديبرتيفو غير مبررة وبيقول كأنه تلك البطاقة الحمراء بدأت فيها لعنة مسيرة لاعب فعليا في النهاية الطر يعتزل كرة القدم نتيجة تكرار الإصابات لاعب ما كان محظوظ أبدا هذا بالنسبة لأندرادي نروح للجهة الثانية ديبرتيفو ديبرتيفو في ذلك الموسم احتل المركز الثالث بالدوري بفارق ست نقاط عن الصدارة وكان طبعا نصف نائد دور الأبطال أوروبا في الموسم البعده طلع الثامن على الدوري وفي الموسم البعده نفسه يعني انظلنا في دور الأبطال طلع المركز الأخير في مجموعة فيها ليفربول موناكو وأولمبياكوس وبتعرفوا أني عملت قصة عن ديبرتيفو في الماضي وتكلمت عن الأزن المالي اللي دخلوها وأنهتهم كنادي كرة قدم مشهور ومعروف وفيه كان قناعة في تلك الفترة ديبرتيفو بورتو طلع فلوس كتير من جوابته دور الأبطال المفاجئة بألفين وأربعة باع كثير لعيبته وكان فيه قناعة أنه كان هذا الحال حيصير بديبرتيفو لو جاب دور الأبطال كان حيبيع كل لعيبته بأسعار عالية ويجيب لعبين بدانهم وما كان حيدخل في أزمة مالية طاحمة ديبرتيفو دخل حالة اكتياب كروي حرفيا بعدها لسنتين ثلاثة بسبب مباراة طبعا مش بسبب بس مزحة أندرادي اللي هي مكلفة جدا كانت في لقاء العياب مزحة مؤثرة جدا حتى اليوم في كرة القدم لأنه ديبرتيفو حتى اليوم ما رجع ممكن البعض يقول انت بتبالح بس العلم هذا الكلام مش كلامي بس في كثير صحف لقيتهم مسكين القصة إنه لما واحد مزح مع صديقه ودفع ثمن فريقه لسنوات مش أنا الحالي بس أنا أذكر جيدا الجو اللي عشته ليلتها لأنه كانت موسم غريب هو بتعرفوا بورتو بطل دور الأبطال شو اسمه يونان بطلة أوروبا تلك المزحة غريبة أثرت في التاريخ طبعا ديبرتيفو ما دفعت ثمن بس المزحة ديبرتيفو عمل أقطاء كبير كثير من إنفاق غير حكيم وكل شيء طبعا بس هذه مزحة ما أعتقد في مزحة إجت في كرة القدم في الملعب دفع ثمنها سنوات لقدام مثل هذه نوصل هنا نهاية حلقة قصة الجمعة باستنى منكم بالتعليقات اقتراحات لقصص أخرى والسلام عليكم ورحمة الله